لقاءات هامة عقدها اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من رؤساء وقادة دول المنطقة وزي ما حدكم عارفين يعني المنطقة العربية وحول مصر هي منطقة مشتعلة خلال الفترة الأخيرة النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي تباحث مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وده على هامش الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 رئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأوضح المتحدث الرسمي للأسفة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الرئيس دعم مصر قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية الكلام هو كلام واضح ومباشر وقال أن تم رفض كافة أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والضفة الغربية مع استمرار الجهود المصرية المكثفة الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والعمل في الوقت الذاتي على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولات تهوء المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفقا لخرارات الشرعية الدولية وضف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد دعم مصر للسلطة الفلسطينية وبذلها جهودا كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع عطياف الشعب الفلسطيني لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الضطير من جاربه عرض رئيس الفلسطيني رؤيته لتطورات الموقف وأعرب عن شكره العميق للدور التاريخي والجهود الموضنية التي تبدلها مصر بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يدرك ويقدر دور مصر الداعم وما قدمته وما ذالت تقدمه من مساندة الفلسطين على جميع الأصاب بنفس السياق استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن تأكيد قوة ورسوخ الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستوين الرسمي والشعب وفي هذا الإطار حرص الرئيس على التأكيد استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على المستويات كافة للخروج من الأزمة التي يمر بها مشددا على الموقف المصري السابت والساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان مستعرضا الجهود المصرية على الساحاتين الإقليمية والداولية الدفعة في هذا الاتجاه من جانبه سمن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان هذا دول المصري مشيدا بالمساندة المصرية المخلصة لجهود التهدئة في السودان وحرص مصر على الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان مؤكدا تقديره وكافة أبناء الشعب السوداني لاستضافة الشعب المصري الشقيق لأشقاء السودانيين خلال الأزمة كما استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وذكر المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية عن الرئيسين أكد عمق ومتينة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن كما شدد الرئيس على موقف مصر المستمر الداعم لوحدة واستقرار اليمن وتأمين الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة باليمن وذلك في ظل ما يمثله أمن واستقرار اليمن الشقيق من أهمية لمصر فضلا عن دورها المهم اتصالا بأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة وفي ذات السياق ناقش رئيسان التطورات بمنطقتين خليج عدن والبحر الأحمر وجهود الجارية لاستعادة الاستقرار بالمنطقة حيث أكد رئيس رؤية مصر في هذا الشأن وعرض جهودها الرامية للتوصل لوقف الإطلاق النار بغزة ولبنان وخفض التصعيد الإقليمي وبدورها أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ تقديره للدعم المصري المخلص والمستمر لليمن مشددا على عمق علاقات الأخوة التي تجمع البلدين مؤكدا تطلعه لاستمرار التشاور والتنصيق مع الرئيس المصري الحقيقة تلات لقاءات بتقولك إن في دور محوري كبير جدا بتلعبه مصر وبتقولك بتلخص لك المشهد والحالة اللي فيها المنطقة دلوقتي طبعا نش دي بس المناطق اللي فيها صراعات يعني ومصر هي حجر الزاوية اللي في النهاية الجميع بيرتكن إليه للبحث عن حل والبحث عن مخرج لأزمات الحقيقة بتصارع منطقتنا لسه معنا أخبار وتفاصيل كتير على تلفزيون اليوم التابع خليكم معنا شكرا لحضرتكم على المتابع اشتركوا في القناة